المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني أن العملية ستسمح بتحيين قائمة المتعاملين الاقتصاديين وهي عملية بسيطة تتطلب فقط إحضار السجل القديم ووثيقة واحدة بالإضافة إلى مبلغ لا يتعدى ثمانية آلاف دينار جزائري وفي أجل لا يتعدى السنة ويعتبر السجل القديم بعد هذه المهلة ملغا بصفة آلية وهذه العملية تدخل في تحيين فهرس التجار بالنسبة للمركز الوطني للسجل التجاري وخاصة خاصة بشنا نكون على علم منهم المتعاملين الاقتصاديين حقيقة أنهم يمارسوا أنشطة تجارية على الساحة الاقتصادية واقتناء مثل هذا السجل التجاري الإلكتروني عملية سهلة يقدم لنا فيه استمارة يمليها ويقدم لنا المستخدر السجل التجاري القديم له في حوزته وبعض المستحقات اللي يتفحها للمركز الوطني يتفحها لتسوية هذه الوطنية المبلغ ما يحشي فوقها 8000 دينار جزائيل ترجمة نانسي قنقر